استباقاً لأي تعطيل في الحصول على اللقاحات المضادة لكورونا ضمن الحصة المعلنة الحكومة تعين تسلم حصة إضافية من الصين الشعبية قبل نهاية الشهر الحالي لأي تعطيل في الحصول على اللقاح ضد وباء كورونا في الوقت المناسب إضافة إلى اللقاح الروسي من المنتظر أن تستلم الجزائر شحنة أخرى من اللقاح تصل من جمهورية الصين الشعبية قبل نهاية شهر جونفي الحالي أهل الاختصاص اعتبروا أن اللقاح الصيني والروسي اعتبران اللقاحان آمنان بالكامل إلا أن فعاليتهما تبقى محل اختبار نوجه نداء المواطنين أنه هذين اللقاحين آمنين مئة بالمئة تكلم عن الآمان وليس عن فعالية نعاود نقول يعني نوجه نداء المواطنين وخاصة الكبار في السن وأصحاب الأمراض المزمنة لما تبدأ عملية الترفيح أن يتوجه إلى استعمال اللقاح من باب الوقاية تبقى الفعالية إن شاء الله يكون فعال ويسمح لنا بمواجهة هذا الوباء بالمقابل يرى أهل السياسة أن استيراد الجزاء للقاحة كورونا من روسيا والصين يرجع لتحالف استراتيجي وشراكة مع الدولتين فضلاً على أنهم متوفران بالحجم الكافي وافق بالسياسة بين الدولتين مع الدولتين الجزائر والروسيا والصين بالمقابل أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب السفعة عامة لهم سياسات تتناقب مع الجزائر وانعتقادها لسياسة جيدة بعيداً عن الجدل القائم حول خلفية هذا الخيار أو ذاك يبقى ما يهم المواطن هو سلامة ونجاعة اللقاح ضد فيروس شل الحياة وشغل اهتمامات البشر ولا يزال اشتركوا في القناة